بدأت شركة تويتر منحى منتجي المحتوى أصحاب الحسابات الموثقة على منصتها للتدوين المصغر جزءاً من إيرادات الإعلانات التي تظهر مع ردود المستخدمين على مشاركاتهم ويستفيد من السياسة الجديدة أصحاب الحسابات الموثقة مدفوعة الأجر تويتر بلو والذين حققت مشاركاتهم أكثر من خمسة ملايين قراءة شهرياً خلال الشهور الثلاثة الماضية وبحسب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك تويتر فإن الدفع الأولى من منتجية المحتوى سيحصلون على حوالي خمسة ملايين دولار مستحقات إجمالية متراكمة منذ فبراير الماضي وستحول هذه الأموال عبر خدمة الدفع الإلكتروني ستريب